أخي الشعب البرازيلي ده شعب همام شعب همام ونحن أكثر هم يعني ما اختلفناش بس شعب همام ليه بقى لأنه التجربة البرازيلية وتحديدا تجربة نمو الاقتصاد البرازيلي فيصبح واحد من الاقتصادات الكبرى والأولى في العالم تجربة مهمة جدا والتجربة دي يمكن يبقى صاحبها هو لولا دي سيلفا الرئيس البرازيلي العظيم يعني زي ما بقولك رئيسي المفضل خارج بلادنا لولا دي سيلفا رأول كاسترو ومن قبله طبعا فيدال فيفا فيدال عافينتوا حكا فيفا فيدال أيام الثورة زمان في كوبا مهم يعني لأنه زي ما بقولك كده الشعب البرازيلي وقف وراء لولا دي سيلفا مرتين خد بالك مرتين وقفوا وراء لولا دي سيلفا علشان يبدأ تجربته ويكملوها بعد كده لولا دي سيلفا خرج من سدة الحكم وعندما عاد لولا دي سيلفا مرة تانية تقدر تعتبر أنه كل القوة الإمبريالية في العالم كانت مخدودة مخدودة بالمعنى الكامل والحرفي والحقيقي والواقعي أنه هم ظنوا أن البرازيليين مش هيجيبوا لولا دي سيلفا تاني وجيلو لولا دي سيلفا تاني وعمل قصة نجاح حقيقية ووصل لبرازيل لما هي فيه الآن اشتركوا في القناة